ولسه كلامنا طبعا عن الفرحة للمنتخب عملهانا مبارح فرح كل المصريين فرح 100 مليون مصري قدام الشاشات وكان موجود طبعا في المدرجات 60 ألف مشاجع أو ما يزيد كمان لكن لسه عندنا شوط تاني في داكار في السنغال بإذن الله قادرين إن احنا نطلع بشكل كويس ونظهر بشكل يليق بمنتخب مصر ويظهروا بالشكل اللي احنا متعودين عليه يقاتلوا على الإلفوز في مباراة يوم التلاتة اللي جاي إن شاء الله عشان نتأهل لمونديال قطر خلونا نتكلم عن الفرحة والفوز واللي مفروض نعمله في المباراة القادمة معنا في الستوديو محمد مهدي الناقد الرياضي صباح الخير عليك محمد صباح الخير عليك وعلى حضرتك وعلى كل المشاهدين ويا رب يكون يوم سعيد كده يا رب بمبارك المنتخب المصري على الفوز سعيد با يا محمد ما احنا أبسطين من مبارك الحمد لله الحمد لله يعني نتجة ممتازة للمنتخب مصر إنك يعني تخرجي بفوز سمين بهدف نظيف على سنغال على الساد القاهرة بيرايحك كتير أو في مطشي الإياب خصوصا إن المطشيات دي حاسمة بشكل كبير جدا مش محتاجة إنه مزيد من الأهداف ولكن حتى بيرايح كل المطشيات خلص تحص تونس بتكسب واحد صفر الجزائر بيكسب واحد صفر الكونغو بيتعادل كله بيعافي كله بيقافي بصليها يعني مطشيات صعبة جدا ما بتتعوضش فبالتالي إنك حتة إنه بقى الخطوط الدفاعية مفتوحة أو إنك تسجل أهداف كتيرة مش موجودة في المطشيات الحاسمة بشكل كبير بيبقى فيه تعافز دفاع كبير فبالتالي إنك إنت تخرج على أرضك كسبان واحد صفر ما تخدش فيك أي أهداف عشان ما يأثرش عليك في مطش العودة لإنه لسه ما زالت يعني نظرية الهدف بهدفين خارج الأرض فده إنجاز للعب أمبارح طبعا جزء كبير منه الحضور الجماهيري الغافيري اللي كان مبارح والتشجيع على مدار يعني التسعين دقيقة للعب المنتخب فرق كتير مع منتخب مصر في مباراة الأمس ونتمنى إن شاء الله أن يوم الثلاثة يكمل لعب المنتخب دورهم ويحققوا نتيجة إيجابية في السنغال ونتأهل إلى كاس العالم إن شاء الله إن شاء الله طيب لما نيجي نقول إن يعني إحنا ناس كتير قوي فرحانة بس السوشيال ميديا مبارح مش كلها كتفرحانة أنا احنا مش إحنا كسبين مردو ولا ما حنا إحنا إحنا كسبين ال��حد سافر دي الناس مش حسب قالي ويالوحد الشرحانة ليا طل الوقت الجمهور على السوشيال ميديا يعني محتاج نتيجة وأداء وده يعني صعب يحصل في مطشيات مهمة ويعني أنت بتلعبي فريق كبير جدا منتخب السنغال من المنتخبات المصنفة يعتبر أقوى منتخب في أفريقيا حاليا لسه كسبان كاس أمم أفريقيا فبالتالي انه كان عندنا برضو احنا بعض مش فيه غيابات عندنا وفيه قصص كتير جدا في تشكيل المنتخب ولكنك توصل للمرحلة دي فبالتالي ان ده شيء كويس وشيء محمود بالنسبة لك انك تخرجي مسجل هدف بشباك نظيفة فبالتالي ده اللي انتو كنت تأملي فيه قال الاداء ما كانش على المستوى المأمول ولكن زي ما قلنا انه المطشاة الحاسمة دي هي اخطف وجري يعني في الاخر انه هيتقال انه منتخب مصر ربما الكريم يوم الثلاث انه تأهل الى كاس العالم مش هيقوله ان سنغال لعبد كويس وصد منتخب مصر كل المطشاة اللي اتلعبت وخصوصا كمان انه منتخب مصر الوحيد من التصنيف التاني اللي حقق الفوز مبارح غانا منتصنيف تاني اتعدلت مالي تصنيف تاني خسرت الكامل منتصنيف تاني خسرت الكونجو تصنيف تاني خسرت فبالتالي انه كل منتخبات التصنيف الاول حققت الفوز بالامس إلا منتخب مصر صعب التصنيف الثاني هقفوز على السنغال فبالتالي أنه السنغال أقوى فرقة من العشر فلق الموجودين في العشر فلق الأفريقية على موعب من التأهل لكاس العالم لا ده بشكل كبير جدا إنجاز لليعبة منتخب مصر نتمنى أنه ده يكمل أنه اللي هيتم ذكره أنه مصر تأهلت إلى كاس العالم مش السنغال لعبته ولا لأ ولكن جمهور السوشيال بيديا طول الوقت هو عايز أداء ونتيجة وده مش موجود يعني لو اتفرقت على الخمس مطشات بالأمس ما كانش فيه أداء ونتيجة مش في مطش مصر والسنغال بس طبيعي أنت لما تسجل جون مبكر الحمد لله ربنا كرمنا بجون مبكر طبيعي أنه المنافس يبقى ضغط عليك هجوميا وإنت بتتراجع دفاعيا عشان تحافظ على الجون لأنه لو دقل فيك جون بالأمس خلص نتيجة واحد واحد أو اثنين واحد حتى لصالح منتخب مصر هيؤثر عليك في مطش العودة أنه لو السنغال سجل الجون تتأهل ولكن انت صعبت المهمة على السنغال أنه لازم في مباراة السلساء القادم السنغال تسجل هدفين وما يدخلش فيها أي هدف عشان تتأهل فبالتالي انت صعبت عليها المهمة يعني طيب إحنا زي ما قال كارلوس كيروش مبارح نحنا دلوقتي بنعتبر النتيجة دي صفر صفر عشان نستعد لي المباراة القادمة عايز أسألك مين من اللعيب مبارح فجأك بأداوه ياسر إبراهيم من المدافعين الصالبين جدا دي بتتكلم عن أول مباراة ده وله ياسر إبراهيم بتقحمه في مباراة كبديل بعد إصابة محمد عبد المنعم وصد كل الجمهور ده فبالتالي انه لأ ياسر ظهر بأداة مشرف جدا أعتقد انه ياسر إمبارح يعني أنقذ منتخب مصر من ثلاث أهداف محققة للسنغال فبالتالي انه لو هدي حد نجمل ماتش إمبارح وياسر إبراهيم ظروف يعني ما كانش مهيئة في الحزبان أنه يشارك أصلا بعيد بينضم الأول مرة مع كيروش بيدفع فيه في المباراة بعد إصابة محمد عبد المنعم لا من وجهة نظر من واسر إبراهيم كان هو نجم المباراة بالأمس طبعا مع جمهور رقم واحد لأنه لأنا شفتهم بارح أنه الجمهور من أول دقيقة لآخر دقيقة بيشجع منتخب مصر حتى أنه مع بداية وما ليه برضو الناس زعلانة من الجمهور برضو مبارح كان سوشيال ميزا زعلانة من الجمهور ما عرفش كيف يقولوا أنهم قاعدوا يشجعوا من بدري قوي وجم على نص المباراة طول الوقت الناس عايزة أن الجمهور اللي قاعدوا المدرجات بيشجع طول 90 دقيقة فبالتالي محدش عنده القدرة أنه يستمر في التشجيع لمدة 90 دقيقة طبيعي أول ما اتصال الملعب يبقى عندك حماس ورغبة في التشجيع فبالتالي بتبدأي تشجع المنتخب وأول ما ينزلوا عملية الإحماء فبتشجعوا وبتدي دفع للمنتخب في أجزاء من المباراة خلاص بتريحها شوية وبعدين بترجعها تاني ولكن لا دورهم كان واضح قبل بداية المباراة تحيل لعبت المنتخب وتشجيع المنتخب وعلى مدار الشرط الأولاني الشرط التاني كان بشكل مختلف إن السنغال نزلة منطلق صافرة الشرط التاني إنه نزلة بتهاجم بشكل مكسف عايزة تدرك التعادل أول خمس دقائق أول سبع دقائق السنغال بتتكلم في أخذ أربع ضربات ركنية ومهددة مرمى محمد الشناو بشكل كبير جدا ده كان دور الجمهور وقتها الجمهور هو اللي فول لعبه مرة تانية وحتى لو ألاحصت أنه بعد عشر دقيقة أو حداشر دقيقة من الشرط التاني بدأ لجعنا نمسك الكور يمسكوا نفسهم شوية ويطلعوا بالكورة لقدامه وقاموا وصلناش على مرمى مندي بكور ولكن قدرت تستحوز على الكورة في نص الملعب بشكل كبير عكس البداية اللي كنت بديها في الشرط التاني كانت بداية متراجعة دفاعيا بشكل كبير وكان فيه تهديد من منتخب السنغال طيب الدفع بعمر جابر كان فيه أول ما تم ضمه للمنتخب كان فيه بعض الانتقادات من بعض أنه قادر يضيين اللي فاهمين كانوا بيقولوا لا مش في مستوى لكن مبارح ظهر بشكل يعني أسكت كل هذه الألسان بس طول الوقت الطبيعي أنه المدير الفني بيتهاجم طول الوقت مع إعلان القيمة لازم يكون فيه هجوم على المدير الفني لماذا لم يشرك محمد مجد أفشا في مبارات الأمس ولكن في الآخر هو هو المدير الفني بيختار قيمته بيختار تشكيله بيختار طريقته بيلعب في النهاية أنت لك نتيجة النتيجة بتاعتك أنك أنت حققت فوز مهم على السنغال في مبارات الأمس وعندك مباراة عودة موقفك أفضل من السنغال يعني نفهم من كده أنه كارلوس كيروس شاف أن اللعيبة اللي موجودة في الملعب مقديل اللي هو عايزه عشان كده ما أمش بتاعتك واضح أنه من كيروش أنه ما بيتكلم يعني مش في دماغه اسم اللعب هو في دماغه خطة وطريقة بيلعب بها ومين بينفذ أفكاره بمعنى أنه طول الوقت من ساعة كيروش ما جاء فيه انتقادات كتيرة جدا بسبب مراوان حمده كل الناس بتنتقد لماذا تضموا مراوان حمده ما تضموش محمد شينف مبارح كان الكلام عن إني كثير برضا بالضبط محمد إن فيه كلام كتير على المستوى ولكن محمد إن في بطولة أمم أفريقيا كان عمل مستويات مميزة ولكن هي مبارحة الأمس كان يعني ناس كتير انتقدت أداءه ولكن كان ليه دور يعني محوري إنه طريقة الراجل أنت بتدافع يعني أربع مدافعين وعندك تلاتة في نص الملعب دورهم دفاعي فبالتالي إنني كان دوره دفاعي بشكل كبير جدا مع حمده فتح والواحد اللي كان بيزيد شوية هو عمر الصلية فالحاجات الفنية دي ممكن يكون الجمهور مش ياخد باله منها الجمهور شايف إنه بتاع نص الملعب ده لازم بيزيد ويهاجم ويشوت على المنافس ويمر الركتور يعني أنت راضي عن خط النص بتاع مبارح؟ راضي لإنه أنت المنافس بتاعك تقيل جدا ما عندوش أي صغرات عنده حارس مرمى هو أفضل حارس في العالم من دي رباع الدفاع كله بيلعبه في كبرى الدوريات الأوروبية في بيرب يونيك ونابولي وأسماء كبيرة جدا نص الملعب تقيل جدا بتاعهم الخط الهجومي أيضا تقيل جدا فبالتالي ما فيش أي صغرة عند منتخب السنغال نقدر نحن نركز عليه يعني هكون طول الوقت بنقول إنه منتخبات الأفريقية عندها أزمة في الدفاعات إنه المدافعين بتوحها مش يعني على قدر المستوى ولكن لأ منتخب السنغال عنده خط دفاعي قوي جدا خط وسط أيضا قوي جدا خط هجوم قوي جدا فبالتالي إنه تشكيلة السنغال كلها أنت بتتكلم في 11 لاعب أقل واحد فيهم محترف على أن يصبر التوكي فبتكلم في الإيفربول وباريسا إنجلمان وينابل وبيرم ويونغ فبتلق أسماء كبيرة جدا بيلعبوا بطولات كتيرة ومتعودين اشتغل ضغط يعني وفوق كل ده حريفة يعني مش تعيبة وخلاص يعني حتى المدافعين حريفة إحنا شفنا حتى قال يوسيس يعني اللي جابوا الجوني مبارح في نفسه الباكليفت بيزيد لحد هجوم منتخبات طوله 90 دقيقة موقفش بنا صار الباكي ميل للسنغال برضو رايح جاعة الخط ما بيقفش فبالتالي انت عندك لا التشكيلة بتاعت السنغال كلها يعني متكاملة ما عندوش أي نقاط ضعفة تقدر تركز عليها عنده نقطة ودي اللي الكروش بيلعب عليها إنه عنده مشكلة في الغزارة التهدفية هو ما بيسجلش هدف كتير عنده تيم كبير جدا ولكن مشكلته في الغزارة التهدفية وده نجاح لمنتخب مصر لما تلعب ماتش في الكاميرو 120 دقيقة السنغال بكل القوة بتاعتها دي ما تسجلش فيك هدف تلعب ماتش كمان في القاهرة 90 دقيقة السنغال ما تسجلش فيك هدف بتتكلم في 210 دقيقة السنغال تعجز عن تسجيل هدف في المنتخب مصر فده شابول لكيروش إنه عمل منظومة دفاعية قوية جدا لو شفت في أمم أفريقيا انت دخل فيك جون أو جنين البطولة كلها من نيجيريا أعتقدوا من المغرب بعد كده وصلت بقى مع باقية المنتخبات ضربات جزاء الماتش الأولاني ما دخلش فيك هدف فبالتالي هو كيروش خلق منظومة دفاعية اللي بتقدر بعد كده تساعدك فإنك أنت تجيب جون مبارح فبالتالي يديك أفضلية عندك أفضلية في مبارات العودة إنه السنغال ما عندهاش حاجة تبكي عليها فبالتالي نازلة بتهاجم عايزة تجيب جونين فما تقولش فقه هدف ده ميزة لك إنك أنت أصلا عندك منظومة دفاعية صلبة قوية فبالتالي تقدر تلعب على الهجمات المرتدة وعندك نجم مصر والعالم محمد صلاح في الهجمات المرتدة ممكن تقطب جون في أي لحظة فبالتالي خلص المباراة فكل الانتقادات لكوروش أنا ضد الانتقاد لكوروش لسبب هو ماشي كويس جدا حتى قبل بطولة أم أفريقيا كانت كل الناس متوقعا أن مصر ستخرج مبكرة من البطولة الرجل عمل شغله كويس ويوصل للنهائق وخسرت النهائق بضربات الجزاء في المباراة الأولى في مباراة الزهاب بالأمس عمل نتيجة مميزة جدا في عالم كوروة القدم بل بالعكس أن مصر تستفاد بشكل كبير من نتيجة المبالع نكمل ماتش يوم السلساء وبعدين نبدأ نحاسب في كوروش هل هو مناسب لكاكوتش لمنتخب مصر صعدنا كاس علم فخلص فبالتالي أنه طريقة الرجل وخطة الرجل فطبيعا أنا ما اتكلمش بقى في زيزو بيلعب أفشا بيلعب ضم مين ما ضمش مين هو رؤيته بالضبط هو حر في طريقته والقصص دي كلها أه انتقلت لعمر جابر ولكن عمل ماتش كويس جدا ولكن لما تجي تحسبها هو عمر جابر لم كانش في الحسبان كان محمد هاني هو البديل في اليمين وحصلت له أصابة مع النادي الأهلي فبالتالي استبعد محمد هاني وضم عمر جابر كانت المفضلة بين عمر جابر وعمر كاميرا عبد الواحد لما تجي تختار عمر جابر هو مركزه أصلا با كمين عمر كاميرا عبد الواحد مش مركزه با كمين هو تم توظيفه في المركز ده وأمم أفريقيا لم كانش عندك حد بعد إصابة أكرم توفيه تم توظيف عمر كاميرا عبد الواحد قدى ماتشات مهمة جدا غاب عن النهاية إمام عشور لعب في با كيمين وعمل ماتش كويس جدا فبالتالي انه مع المنظومة الدفعية قد أي حد هيلعب هيؤدي بالشكل ده سواء عمر جابر عمر كامير إمام عشور أهم حاجة انه المنظومة ذات نفسها موجودة وانت بتغير بس الترس فيها وده اللي هياخدنا لقصة انه عندك مشكلة دفعية في ماتش العودة عندك الاتنين المدافعين مش موجودين محمود حمد رونش غياب لتراكم البطيقات الصفراء محمد عبد المنعم للإصابة كسر فيه الأنف فبالتالي انت هتغير خط الدفع بتاعك كل بتتكلم في اتنين مدافعين جداد هيلعبوا في مباراة العودة وده لو ما فيش منظومة دفعية صلبة هيعملك مشكلة كبيرة جدا طيب الناس اللي بتتكلم ان المباراة اللي جاية كان محتاجين ان احنا نجيب أهداف أكتر علشان نوسع على نفسنا ونيسر على نفسنا والمقولة الشهيرة ان الارض بتلعب مع صحابها فكنا عايزين يعني نبقى مأمنين نفسنا واحنا مسافنين سنغال بس يمكن معنا المرة دي حاجة ظريفة ان الملعب احنا حنتمرن عليه لأول مرة قبل المباراة بيوم والملعب جديد برضو على المنتخب السنغالي فهما برضو بيستكشفوا الملعب زيهم زينا هل ده ممكن يخلي المباراة ماشية خمسين خمسين لا بص موضوع خمسين خمسين صعب جدا وموضوع الملعب ما اعتقدش انه بيأصل حنا شوفنا مباراة الجزائر بتكسب الكاميروم في الكاميرو تونس بتكسب مالي في مالي فبالتالي انه حتت انه الارض هي بترفي في الضغط الجماهيري الجمهور اللي مباراة كان عامل ضغط على لعيب السنغال بشكل كبير جدا حتى ماني اللي مش بيتنرفز في نهاية المباراة يعني يعني بص بيبص على الجمهور انه كان فيه ضغط بشكل كبير جدا على منتخب السنغال ده ممكن يأصل طبيعي انه هناك كمان بس بأدب والله حضور لا هو نقطة بس بالأدب هو يعني ما كانش متوقع انه طول الوقت انه جمهور المصري بيشجع ماني وبيدعم ماني حتى في بطولة أم أفريقيا 2019 في القاهرة كان الجمهور المصري كله بيشجع السنغال عشان خطر سادي وماني فبالتالي هو يعني يفوجي امبارح بالضغط الجماهيري ده في المباراة فبالتالي انه الضغط الجماهيري هو اللي ممكن يكون عامل مؤثر على لعيب المنتخب المصري ولكن يعني لديهم من الشبرات الكافية لعيبة يقدروا يستحملوا الضغط الجماهيري هو اللي هيفرق في القصة هل المنتخب نازلوا اللعيب عندهم ثقة في نفسهم ومش هيبينوا بجمهوره والأعداد الكبيرة دي ولا ده اللي هيفرق معنا وهم حاجة ان احنا في أول ربع ساعة ما نستقبلش هدف اتلاقي الامور مشيت معنا بشكل كويس ان شاء الله يحصل ونرجع فرحانين بإذن الله احنا بنشكرك شكرا جزيلا على كل هذه التفاصيل والتحليلات محمد مهدي الناقد الرياض شكرا جزيلا لك شكرا جزيلا لك